دعنون مرسلنا هو موجود من أمام مستشفى الشفاء يعني خدر التفضل مرحبا بك محمود بالفعل أنا الآن داخل مجمع الشفاء الطبي وتحديدا أمام المستشفى حيث يعني وصل العديد من الجرحى والمصابين وأيضا الضحايا من أماكن مختلفة خاصة من أحياء مدينة غزة التي تعرضت إلى عمليات قصف وغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا من المدفعية الإسرائيلية وخاصة الأحياء الشرقية من المدينة كحي الزيتون والشجاعية والتفاح وأيضا منطقة حي الدرج وأيضا شارع عمر المختار والبلدة القديمة من المدينة هذه الأماكن محمود تعرضت لكثافة نارية غير طبيعية خلال الساعات الماضية ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا على الأقل وصل ما بين الضحايا وجرحى مئة إلى هذا المجمع الذي أعيد تشغيله في ساعات صباح هذا اليوم وخاصة قسم الطوارئ وأيضا قسم غسيلة الكلا وأيضا قسم المبيت وهو قسم العظام هنا في داخل مجمع الشفاء الطبي ولكن محمود هناك منشدات من قبل إدارة المستشفى بضرورة توجع الطواقم الطبية من مدينة غزة وأيضا من شمالية القطاع إلى هذا المجمع مجمع الشفاء الطبي بعد أن توقف مستشفى المعمداني عن العمل أو خرج عن الخدمة وأيضا مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع بعد أن خرج عن الخدمة وضرورة توجع الطواقم الطبية من كافة التخصصات إلى هذا المجمع وكل ذلك وفقا لمطالبة ودعوة ومناشدة مدير عام الأشؤون الإدارية في وزارة الصحة هنا في غزة محمود حمد الذي أفادنا بهذه المناشدة والمطالبة بضرورة عودة التواقم الطبية إلى مجمع الشفاء الطبي وذلك لعمل اللازم للجرحى والمصابين وإنقاذ حياتهم نعم محمود نعم يعني خضر موجود من أمام مستشفى الشفاء أشهر المشافى الفلسطينية التي اقتحمها الإسرائيليون وحصرها وكان فيها الأطفال الخدج التي تم نقلهم إلى مصر وبالتالي هذا هو علامة كبيرة ستبقى دائما نتحدث عنها وبالتالي إلى أي حد عاد المستشفى بطاقته أو في حدود إمكانيات عمله خضر نعم هي إمكانيات محدودة ومحدودة للغاية محمود يعني يعمل القسم الطوارئ الآن على ألوح الطاقة الشمسية الخلايا البديلة وهناك أيضا مناشدات محمود يعني نريد أن نذكرها أيضا وهي ضرورة توفر مادة الوقود ليتم تشغيل إما المولدات الثانوية داخل هذا المستشفى الفعل حيوي لم تصل خضر يعني كانت هناك ثلاثة شحنات دخلت من رفع أنا أسألك هل يصل الشمال شيء من المساعدات الإنسانية والطبية التي تدخل من معبر رفع في الجنوب هل تنجح في المرور من رفع إلى خان يونس إلى دير البلح حتى تصل عندك في مدينة غزة حتى هذه اللحظة لم تصل أي من الشاحنات التي بالفعل دخلت عبر معبر رفع البري الحدود إلى المناطق الشمالية من وادي غزة وتحديدا إلى مدينة غزة أو إلى شمالية القطاع وخاصة إلى قطاع صحي سواء هنا مستشفى الشفاء أو حتى مستشفى لاندونيسي ومستشفى العودة في شمالية القطاع لم تصل أي من الشاحنات المحملة بالوقود محمود وهناك ضرورة لإشغال هذه المستشفيات وعادة تشغيلها بصورة كاملة عندما يتوفر هذا الوقود اللازم لتشغيل المولدات الثانوية وأيضا المولدات الطبية المولدات الرئيسية وأيضا هناك ضرورة جدا لضرورة عودة التواقم الطبية سواء التي كانت تتواجد في داخل المستشفى المعمداني أو حتى التي كانت تتواجد في داخل المستشفى كمال عدوان في شمالية القطاع والذين خرج عن الخدمة بضرورة التوجه إلى مستشفى الشفاء الذي هو مستشفى الرئيسي يخدم كافة المناطق الشمالية من قطاع غزة وهذا المستشفى محمود كانت تعرض لحصار إلى نحو أكثر من أسبوعين وكنا نحن نتواجد في داخل هذا المستشفى وغطينا أيام الحصار وكانت أيام مريرة جدا حيث سقط العديد من الضحايا بفعل هذا الحصار وغالبيتهم كان هناك من المرضى الذين يتواجدون على أسرة أهل الشفاء وهم ومن بينهم الأطفال حديثي الولادة الخدج والذين كان عددهم في ذلك اليوم تسعة وثلاثين وبقي منهم نحو ثلاثين وفقد أرواحهم حوالي تسعة من هؤلاء الأطفال الخدج حيث نقل الآخرون إلى المستشفيات المصرية للعلاج هناك خدر أنا أشاهد في المواطنين فلسطينيين من خلفك وبالتالي الشمال ليس كله تم إخلاءه وتحديد المدينة غزة وبالتالي أسألك عن المتواجدين الذين بقيوا ولم ينزحوا وأشير أيضا لأنه خدر من الكاميرات ومن الصحفيين القلائل اللي موجودين في أمام مستشفى الشفاء أو أظهروا لنا صورة مستشفى الشفاء التي غابت عننا الفترة الماضية ومن الصحفيين هذا القلائل موجودين في الشمال أصلا وبالتالي هذه صورة نادرة لنا جميعا أن نشاهد عبر كاميرا الحدث مستشفى الشفاء الذي اختفى عننا طوال كل الأيام الماضية فربما خدر يعطينا التفاصيل أكثر ليس كل الشمال فارغ فعلا محمود فضل خدر نعم فعلا محمود يعني هؤلاء هم من النازحين الذين نزحوا خلال اليومين الماضيين وهذا اليوم من المناطق الشرقية من مدينة غزة على وجه التحديد والتي تتعرض لغارات مكثفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا قصف عشوائي من قبل المدفعية لذلك هنا الألاف من المواطنين الذين لجأوا إلى هذا المستشفى مرة ثانية بعد أن كانوا أيضا في داخل هذا المستشفى منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل وكان يتواجد في هذا المستشفى أكثر من خمسين ألف إنسان في الأيام الأولى حتى تم الحصار وفرض الحصار العسكري الإسرائيلي على المستشفى وحوصر من كافة الجهاد بدأ المواطنون يعني ينزحون خسرا من المناطق من أحياء مختلفة من مدينة غزة وخاصة من الأحياء الشرقية ويأتون إلى هنا لعلّك تشاغد محمود أي الأعداد من المواطنين ولو أنهم بعدد قليل في هذه اللحظات وغالب يتمهم حاليا في الأقسام يتواجدون في أقسام هذا المستشفى الطوابق الأربعة ويأقسام الجراحة وإقسام العظام وقسم الطوارئ وأيضا قسم الباطنة وأيضا بجانب هذا القسم قسم الطوارئ يتواجد أيضا قسم مستشفى الذي يعتبر مبنى القدس الذي كان تعرض على مدار أيام الحرب التي تشنها إسرائيل إلى عدة غارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا بجانبه قسم مبنى الجراحات التخصص والذي تعرض لعمليات تفجير خاصة في البدرم وتحديدا سالب واحد وسالب اثنين تمت عمليات تفجير في هذا المبنى وخصوصا تم تدمير أجهزة الأشعة المقطعية والأشعة التحويلية وأيضا جهاز الرنين وهذه كلها تعتبر أجهزة إنقاذ حياة إضافة إلى تدمير جهاز تفتيت الحصى في هذا المبنى مبنى الجراحات التخصصي داخل مجمع الشفاء الطبي كما أيضا تعرض الجرحة وأيضا من النازحين داخل قسم الطوارئ أيضا لمضايقات وعمليات إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كان يصول ويجول داخل أبنية المجمع الشفاء الطبي كما تم أيضا اعتقال عدد من النازحين وعمليات تدقيق وتفتيش بهم وأيضا تم خلال نزوح يعني الأطباء من هذا المستشفى وتوجههم إلى المناطق الجنوبية محمود اعتقال يعني أعداد وعلى رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية والذي لا زال معتقلا لدى السلطات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة كل ذلك يتي في ظل أيضا محمود ظروف إنسانية صعبة يحياها المواطنون في المناطق الشمالية من قطاع غزة في ظل عدم توفر أدنى مقاومات الحياة وعدم وصول المساعدات من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية هنا في مدينة غزة وأيضا في شمالي القطاع طبعا الإسرائيليون هم الذين يمنعون وصول الشاحنات والمساعدات إلى الشمال ويتم استهدافها أنا بشكرك زميلنا خدر الزعنون من أمام مستشفى الشفاء في قلب مدينة غزة شكرا جزيلا لك خدر ترجمة نانسي قنقر